يعني امبارح مثلاً أنا عندي لقاطة الشنوية صدت الشنوية امبارح الناس كلها ما اتكلمتش عليها رغم ان امبارح الرياكشن ورد الفعل والاتزان النفس اللي عندي الشنوية امبارح بصدت كرة فارقه امبارح وقد ممكن تغير في سير المباراة ممكن تعوض الكرة اللي دخلت في مرمى في مباراة سانداونز لكن الناس دايماً مسكت في اللعبة السلبية والكرة دخلت مرمى الشنوية فمسكت في الكرة طب اللقاطة الإجابية بتاعت امبارح ندر الراجل حق مبارح صد كرة مميزة جداً ونهتم باللقاطات الإجابية اللي موجودة في الملعب عموماً اجمالاً هي مباراة كانت مهمة مش عشان السلاس نقاط فقط واتصدرت الدوري لكن كانت فرصة انك تعمل انتصار عشان تخرج من يعني عنق الزجاجة بعد اخسارة لقاءة سانداونز ان عندك مباراة المريخ السبت الجاي عندك مباراة بيرامتز يوم السلساء القادم في الدوري ثم لقاءة سانداونز يوم السبت بعد القادم ان شاء الله فبالتالي مرحلة مهمة جداً كان لازم ندخل التلات مباراة دي واحنا عاملين اداء ونتيجة وتصدر للدوري بعد مباراة تأفركم طيب الجزء